اشتركوا في القناة التي ادخلت على برنامج عمل الحكومة في ضوء التوافقات التي انتهى اليها الوفد الحكومي مع اللجنة البرلمانية من خلال الاجتماعات المشتركة بينهما والتي عرضها معالي الشيخ خالد بن عبدالله أهل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون البناء لمجلس النواب مثلا في اللجنة البرلمانية ووجه سمو الشكرة إلى الفريق الحكومي وأكد سموه أن التوافق الحكومي البرلماني على برنامج عمل الحكومة يعكس حسا وطنيا ووعيا مسؤولا بالمرحلة وتحدياتها ومتطلباتها وجدد سمو الحرصة على الاستمرار في مد جسور التعاون الحكومي البرلماني لتعزيز المكتسبات الوطنية وتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة لخدمة المواطن بعد إقراره بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لوضع خطة عمل لدعم صغار التجار تنفذ وفق برنامج زمني مدروس وبرامج واضحة المعالم والأهداف يستند وضعها إلى البيانات والمعلومات التي تستوفى من صغار التجار بشان احتياجاتهم ومرئياتهم وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإعداد الخطة المذكورة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحر بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتكثيف الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية وشدد سموه على الاستمرار في متابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والتأكد من عدم وجود أي تلاعب فيها أو ممارسات تجارية مخالفة تؤثر على المستهلك تؤثر على المستهلك وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة برفع تقرير بهذا الخصوص بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع خطة للإسراع في توظيف العاطلين الجامعيين لتأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل وبخاصة ذوي التخصصات التي لا تتواءم مع متطلبات سوق العمل وذلك انطلاقا من حرص الحكومة على إفساح المجال أمام هذه الفئة للمساهمة في المشاركة في بناء وطنها وتنميته والإبقاء على معدلات البطالة في حدودها الطبيعية والآمنة وكلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع هذه الخطة بعد إعدادها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من جهة أخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالحفاظي قدر الإمكان على النسيج المجتمعي في المدن الجديدة والمشاريع الإسكانية المختلفة والعمل على مراعاة ذلك عند توزيع الوحدات الإسكانية وأن تعطى الأولوية لسكان المنطقة والمناطق القريبة منها دون الإخلال بعامل الأقدمية وقد جاء ذلك خلال استعراض سموه لإنجازات الحكومة في المجال الإسكاني حيث أنجزت الحكومة ما يقارب 130 ألف خدمة سكنية منذ تأسيس وزارة الإسكان بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء مركز يسمى مركز الطاقة المستدامة ويتولى تقديم الدعم الفني للجهات المعنية في مجال المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة وزيادة كفاءة استخدامها وقرر المجلس الموفق على مشروع مرسوم بإنشاء المركز المذكور ثانيا تماشيا مع التوجهات الحكومية بعدم التوسع الإداري في المناصب والوحدات الإدارية المساندة وبناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة شؤون الشباب والرياضة وذلك بتقليص عدد الوكلاء المساعدين والإدارات ثالثا بحث مجلس الوزراء مقترحا بشأن وضع العاملات في قطاع الحضانات ورياض الأطفال ووضع الخطط التطويرية والذي تم إعداده من قبل المجلس الأعلى للمرأة وفيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير وتحسين أوضاع العاملات في قطاع الحضانات ورياض الأطفال فقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزرية للشؤون الاجتماعية والاتصالات والإعلام والشباب برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مذكرة مشتركة مرفوعة من سعادة وزير التربية والتعليم وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص على أن تحال المذكرة على بعد ذلك للدراسة من جوانبها المالية في اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رابعا حال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية برئاسة معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء التقرير السنوي الذي أعدته اللجنة الوطنية بشأن حضر استحتاث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والذي عرضه معالي وزير الخارجية ويتضمن التقرير نتائج الأعمال التي قامت بها اللجنة ومنفذته من برامج وأنشطة محلية ونتائج التعاون القائم بين اللجنة والمنظمات الدولية والذي أسفر عنه توقيع إطار البرنامج القطري بين حكومة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية للأعوام 2018-2023 خامساً وافق مجلس الوزراء على الترخيص لشركة فيدرال اكسبريس انترناشنال فيديكس بمزاولة أنشطة وكالات النقل والشحن الجوي وأنشطة شركات نقل البريد الخاصة بما ينسجم ونص المادة 345 جيم من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وذلك بعد الاطلاع على مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بهذا الشأن ترجمة نانسي قنقر